رسول الله سنة 2006 بعض الاخوة في الدنمارك كانوا بيوصلوني المطار فطلبت منهم يوصلوني قبل موعد الطائرة بساعتين فقالوا ليه بدري كده انت معاك شنطة يد فقط ومعاك شنطة كبيرة تشحنها وكمان مطار كوبنهاج منظم وغير مزدحم فقالتهم لا انا بحب اكون في المطار دايما قبل الموعد بساعتين على الاقل ادخل بدري اضبط البوردنج بتاعي اعود اشرب حاجة اعمل شغلي اقرأ وانا منتظر الطائرة بدل ما تفوتني الطائرة انا سافرت مئات المرات لاكتر من 45 بلد ولم تفوتني طائرة واحدة ولا مرة وفي الطريق الى المطار كملت المحاضرة اللي بديها لهم في الاخلاق وفي النظام وقلت لهم انا مش فاهم الناس اللي بتفوتها الرحلة ويوصلوا المطار متأخر دول بعد ما الطائرة تكون اقلعت عايشين ازاي كده ما حبش انا حياتي لهرجالة والاهمال وعدم التخطيط لكل خطوة ايه المهم وصلنا المطار السلام عليكم وعليكم السلام اشوفكم الشهر القادم يا شباب بإذن الله يلا خدت شنطتي ودخلت المطار خمس دقائق واتصلت بيهم تعالوا خدوني ليه الطائرة فاتتني اللي حصل هو ان ما كانش فيه رحلات مباشرة من القائرة لكوبنهاجين في الوقت ده وكان الحجز بتاعي على الطيران المجري فبالتالي قبل سفري انا نظرت في وقت الحجز اللي احنا بقوله على ايتناري بصيت بطبيعة الحل ان انا خلاص راجع بصيت في اخر سطر فوجدت الطائرة معيدها اربع العصر فضننت ان دي رحلتي من كوبنهاجين مع ان ده معاد رحلتي من بوتابست عاصمة المجر للقاهرة والرحلة من كوبنهاجين كانت في السطر اللي قبله بالتالي انا لما وصلت المطار الساعة اثنين وفرحان قوي بنفسي وفخور ان انا وصل قبل معاد الطائرة بساعتين وانها لم تفوتني طائرة ابدا وعملت ديهم درس في الاخلاق وفي النظام كانت الطائرة طارد بالفعل بقالها ساعتين العبرة ان انا يومها نسبت انتظام جدولي وعدم تفويتي لاي رحلة لنفسي والشطرتي والطريق التفكيري والاسلوب حياتي المنظم ونست اقول بفضل الله فجاءت درس مباشرة من الله فورا درس صعب جدا وصعوبته مش في ان الطائرة فاتت بس لا صعوبته بقى في الاحراج اللي سب يعني اللي الدرس ده عمله قدام الناس اللي انا كنت بتننظر قدامهم وعمل اشكر في نفسي واني في حياتي ما فاتتنيش طيارة واني انسان منظم جدا وكات الطيارة بالفعل طارد والطارد تكلمهم يرجعوا ياخدون طبعا قاعدوا يتحكوا عليها كتير يعني بالتأكيد الاخذ بالاسباب مهم واسلوب الحياة المنظم مهم لكن في النهاية التوفيق كله من عند ربنا اوعى تنسى فضل ربنا عليك ابدا اوعى تنسى ان من غير توفيقه لن تنجح في اي شيء ابدا اشتركوا في القناة